الدعوات هذه المرة تأتي مدفوعة بتكرار الهجمات الأمريكية على مواقع ميليشيات الحشد الموالية لإيران فوق الأرض العراقية من دون تنسيق مسبق مع حكومة بغداد معده سياسيون انتهاكا لسيادة العراق بل وخرقا لبنود الاتفاقية ذاتها بحسب رأيهم ولا شك أن الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد فتحت الباب أمام التخدم الإيراني الأمريكي لسيما في مرحلة ما سمي التحالف ضد الإرهاب تلك المرحلة التي شهدت صناعة ميليشيات الحشد لتكون بمثابة القوات البرية للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن بينما يقدم التحالف الغطاء الجوية لحماية تلك الميليشيات في حربها ضد تنظيم الدولة غير أن مرحلة التخدم التكتيكي هذه قد وصلت إلى نهايتها على ما يبدو وحل محلها مرحلة صراع بين الولايات المتحدة وإيران التي تدين لها الميليشيات بالولاء ما يعني أن كل طرف بات يريد التخلص من الآخر في سياق حالة الاستقطاب الحاد وصراع النفوذ بين واشنطن وطهران من هنا يسعى برلمانيون لإلغاء الاتفاقية مع الولايات المتحدة وإخراج القوات الأمريكية من العراق ليس رغبة بالسيادة والاستقلال فهم يعرفون جيدا العلة التي تضرب سيادة البلاد وإنما لإخلاء الساحة أمام إيران ووكلائها في العراق بينما العراقيون في ساحات التظاهر والاعتصام يؤكدون رفض الوجود الأمريكي وفي الوقت نفسه يطالبون بكف يد النفوذ الإيراني عن بلدهم وبحسب نص الاتفاقية فإنه لا يمكن إنهاء العمل بها إلا بعد مرور عام كامل على إختار أحد الطرفين للآخر برغبته في إلغائها ما يعني عمليا أن أمام الولايات المتحدة وقتا كافيا لترتيب أوراقها مرة أخرى لسيما أن العراق بات على صفح ساخن يتوقع معه حدوث تغييرات سياسية جذرية تنهي ربما النفوذ الإيراني